أطلقت جامعة ملقرة دبلوما تنفيذيا عن بعد في الجودة والتميز في الإعلام والاتصال المؤسسي وإداراته للأزمات وحول هذا الموضوع ينضم معنا مراسلنا من مكة المكرمة أسامة العبيدي أسامة أهلا وسهلا بك حياتك الله معنا في هذه النشرة أسألك مباشرة عن أبرز ما رصدته حول هذا الدبلوم الذي أقامته ملقرة عن بعد تفضل أسامة نعم حمداء مساء الخير عليكم مساء الخير على السادة المشاهدين أتواجد الآن في جامعة أم القرى هذه الجامعة التي طرحت الدبلوم التنفيذي في تطبيق معايير الجودة في الإعلام والاتصال المؤسسي وإدارة الأزمات ولعلى لنا نتذكر إدارة الأزمات المملكة العربية السعودية كيف تدارت هذه الأزمة سواء طبيا أو أمنيا أو أيضا إعلاميا جامعة أم القرى طرحت هذا الدبلوم وهذا الدبلوم الذي يعتبر الدبلوم الأول على مستوى الشرق الأوسط في تطبيق معايير الجودة في الإعلام والاتصال المؤسسي وإدارة الأزمات حمداء تفاصيل أكثر عن هذا الدبلوم نتعرف مع السادة المشاهدين ينضم معي الدكتور خالد الأكوع رئيس الجمعية السعودية للجودة بمنطقة مكة المكرمة وعضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى دكتور خالد مساء الخير عليك في البداية الجامعة أطلقت هذا الدبلوم يلي تحدثنا عن هذا الدبلوم ومن هي الفئة المستهدفة من هذا الدبلوم شكرا جزيلا لهذا اللقاء الدبلوم في الحقيقة كان مبادرة من الجامعة لمواكبة الجهود الإعلامية الرائعة في ما تواجهه من خلال هذا الوباء ونشر ثقافة الجودة عن الجودة الإعلامية وتطبيق معايير التميز المؤسسي والجودة الخاصة بالإعلام وهي مواصفة وضعت قبل تقريباً 2008 في جنيف ثم تطورت في كوالا لمبور وخرجت كمواصفة إعلامية وقعت عليها تقريباً كثير من الدول تتناول نشر ثقافة الجودة من خلال استخدام الأدوات الإعلامية والوسيلة الإعلامية لضمان إيصال الرسالة المرغوب في إيصالها دكتور خالد هذا الدبلوم سيكون عن بعد ونحن نعلم أن العمل الإعلامي يتم عن طريق تطبيق ميداني هل تمت مراعاة العمل والتطبيق الميداني من خلال هذا الدبلوم؟ صحيح فعلاً سعينا أن نطبق معايير التعليم عن بعد والتدريب عن بعد من خلال عمل أدوات تفاعلية مع المتدربين بحيث يقدموا ورشة عمل في نهاية الدبلوم وأثناء الدبلوم ترسل لهم استبانات وروابط تفاعلية يدخلون عليها ويدون الممارسات المطلوبة منهم وتكون العملية أكثر واقعية لأن في الحقيقة الدبلوم كما تعلم هو عبارة عن دورات مجموعة دورات في مجال الجودة الإعلامية والتدريب يحتاج إلى ممارسة أكثر من القاء وتلقين وهناك معايير أيضاً للجودة في التدريب الأونلاين وهي إن شاء الله تسعى على إتمامها الجمعية السعودية الجودة وإن شاء الله تحت مظلة جامعة أم القرى ونعمل إن شاء الله على نشرها والعمل بها وتطبيقها بل إن الجامعة كانت مبادرة في عمل لقاء افتراضي في الحقيقة تحت إشراف وإدارة معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية وكان أول لقاء افتراضي تفاعلي عن أزمة كورونا دكتور خالد سؤال أخير وباختصار شديد عن الدبلوم فيما يخص تطبيق معايير الجودة هذا الدبلوم خاص بمؤسسات الإعلامية هنا في المملكة هل كيف ترى وأنت رئيس الجمعية السعودية للجودة كيف ترى المؤسسات الإعلامية في تطبيق معايير الجودة الإعلامية الحقيقة الجهود الإعلامية رائعة عندنا في المملكة العربية السعودية ولله الحمد لكن تظل الحاجة إلى الحصول على الاعتماد نعم وساما في مجال الجودة الإعلامية تحتاج إلى بعض المتطلبات من ضمنها توثيق هذه الإجراءات ونشرها والحصول على شهادة الاعتماد في مجال الجودة مما يضيف قيمة مضافة للمؤسسة الإعلامية بل إنها تسعى إلى فرضها على المتعاملين معها سواء المنتجين الداخلين أو الخارجين حتى نضمن جودة المحتوى وجودة إدارة المحتوى وفق معايير الجودة والتميز المؤسسي وهذا ما نتطلع إليه جميعا في ظل توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز حفظه الله ورعاه بأن تصبح المملكة العربية السعودية نموذجا عالميا في جودة خدماتها وإنتاجها ومن هذا المنطلق كان لزاما علينا أن نواكب هذه الرؤية المباركة أعطيك العافية الله فيك شكرا لك شكرا جزيلا نعم حمدان ونحن نتحدث عن هذا الدبلوم الذي كما ذكرنا الذي يعد هذا الدبلوم هو أول دبلوم على مستوى الشرق الأوسط في تطبيق معايير الجودة في المؤسسات الإعلامية والاتصال المؤسسي وأيضا إدارة الأزمات نعم حمدان نعم إذن براس الإخبارية من مكة المكرمة الزميل وسامة العبيدي شكرا جزيلا لك